اشتركوا في القناة اننا في هذه اللحظات العصيبة نشعر جميعا كمواطنين مصريين بالحزن والألم والغضب فهذا الارهاب الخسيس الذي طال أبناء مصر انه هو حلقة جديدة في سلسلة الارهاب المستشري المستشري في العالم كله وهو ما يفرض علينا جميعا الاستفاف من أجل استقصال جزوره وحماية العالم من انتشار سمومه ان مصر ودول العالم اجمع تواجه معركة شرسة مع تنظيمات ارهابية تتبنى الفكر المتطرف وتتشارك في نفس الاهداف التي لا تخفى على احد وقد انا الاوان للتعامل معها جميعا بدون انتقائية او ازدواجية في المعايير ان هذه الاعمال الجبانة لن تنال من عزيمتنا وان مصر التي هزمت الارهاب من قبل لقادرة بتصميم وارادة شعبها العظيم على دحره والقضاء عليه فمصر لا تدافع عن نفسها فقط ولكن تدافع عن الانسانية باكملها من هذا الخطر المحدق بها ان مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالاسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من ابسط قيم الانسانية ولقد دعوت مجلس الدفاع الوطني للانعقاد فورا وبشكل دائم لمتابعة تطورات الموقف والتباحث حول القرارات والاجراءات المقرر اتخاذها كما وجهت الحكومة بالوقوف الى جانب اسر شهداء الارهاب واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتخفيف من مصابهم وجهت الحكومة كذلك بالاستمرار في التنفيذ الصارم لقرار منع المصريين من السفر الى ليبيا في ظل هذه الاوضاع المتردية حفاظا على ارواحهم كما وجهت اجهزة الدولة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتأمين وتسهيل عودة المصريين الراغبين في العودة الى ارض الوطن كلفت ايضا السيد وزير الخارجية بالسفر فورا الى نيويورك لاجراء الاتصالات العاجلة مع كبار المسؤولين في الامم المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الامن والمشاركة في القمة الدولية حول الارهاب من اجل وضع المجتمع الدولي امام مسئولياته واتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تتفق مع ميثاق الامم المتحدة باعتبار ان ما يحدث في ليبيا يعد تهديدا للسلم والامن الدوليين حافظ الله مصر وحافظ شعبها العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته